اسم الكتاب الهدوء قوة الانطوائيين في عالم لا يتوقف عن الكلام المؤلف سوزان كين ترجمة عماد إبراهيم عبدو دار النشر الأهلية الطبعة الأولى 2016 عدد الصفحات 383 الحجم كبير السعر 72 ريالا سعوديا عندما بدأت كتابة هذا الكتاب كان أول شيء أردت أن أكتشفه هو كيف يعرف الباحثون الانطوائية والانبساطية بدقة وكنت أعرف أنه في عام 1921 قام عالم النفس كارل يونغ بنشر كتاب عن الأنماط النفسية ما أدى إلى انتشار المصطلحين انطوائي وانبساطي بوصفهما لبنيتي بناء الشخصية المركزيتين وقال يونغ إن الانطوائيين ينجذبون إلى عالم الأفكار والمشاعر الداخلي وينجذب الانبساطيون إلى حياة الناس والأنشطة الخارجية وركز الانطوائيون على المعنى الذي ينشئونه من الأحداث التي تدور حولهم والانبساطيون ينغمسونهم أنفسهم في الأحداث لكن ماذا لدى الباحثين المعاصرين ليقولوه؟ سرعان ما اكتشفت أنه ليس هناك تعريف يشمل جميع الأعراض للانتوائية أو الانبساطية بالرغم من ذلك فإن علماء النفس اليوم يميلون إلى الاتفاق لعدة نقاط أهمة على سبيل المثال أن الانتوائيين والانبساطيين يختلفون في مستوى التنبيه الخارجي الذي يحتاجونه للعمل بشكل جيد فالانطوائيون يشعرون بأنهم على ما يرام تماما بتنبيه أقل كما يحدث عندما يحلون لغز كلمات متقاطعة أو يقرؤون كتابا ويستمتع الانبساطيون بالإثارة الزائدة التي تأتي من أنشطة مثل لقاء أشخاص جدد والتزلج على المنحدرات ورفع صوت جهاز الستيريو الانطوائيون ليسوا بالضرورة خجولين فالخجل هو الخوف من الرفض الاجتماعي أو الإذلال في حين أن الانطوائية هي تفضيل البيئات التي لا تكون مفرطة النشاط والخجل أمر مؤلم بطبيعته والانطوائية ليست كذلك إذا كنت انطوائيا هل يتعين عليك تكريس طاقتك لأنشطة تأتي بشكل طبيعي أم هل يتعين عليك توسيع مداك ربما تفاجئك الإجابة إذا كان هناك استبصار واحد تأخذه من هذا الكتاب هو أن تكون نفسك كيف أصبحت الانبساطية هي المثل الأعلى الثقافي؟ لقد تحولت أمريكا مما أسماه المؤرخ الثقافي المؤثر وارين سوسمان بثقافة الطبع إلى ثقافة الشخصية في ثقافة الطبع كانت الذات المثالية جدية ومنضبطة وشريفة وما كان يهم ليس الانطباع الذي يتركه الشخص عالناً بقدر ما كان يتصرف الشخص في السر ولم تكن كلمة شخصية موجودة في اللغة الإنجليزية حتى القرن الثامن عشر ولم تنتشر فكرة امتلاك شخصية جيدة على نطاق واسع حتى القرن العشرين ولكن عندما تبنوا ثقافة الشخصية بدأ الأمريكيون بالتركيز على كيف كان الآخرون يتصورونهم لقد أصبحوا مفتونين بالأشخاص الذين كانوا جريئين ومسلين وقد كتب سوسمان لقد كان دور الاجتماعي المطلوب من الجميع في ثقافة الشخصية الجديدة هو دور الممثل وكان يتعين على كل أمريكي أن يصبح ذات منجزة أسطورة القيادة الكاريزمية كلية جامعة هارفورد للأعمال وأكثر أول شيء ألاحظه بشأن حرم كلية جامعة هارفورد للأعمال هو الطريقة التي يمشي بها الناس ليس هناك أحد يمشي بتمهل أو يتجول أو يتلكأ إنهم يمشون بخطة واسعة مليئة بقوة دافعة إلى الأمام وعندما يمرون بطريق بعضهم البعض لا يمئون فقط برؤوسهم إنهم يتبادلون تحيات نشيطة مستفسرين عن صيف هذا مع جيه بيمورغان أو رحلة ذاك في جبال الهيمالايا أجلس إلى جانب اثنين من الطلاب كانا منهكين في التخطيط للقيام برحلة في السيارة وعندما يسألون ما الذي جاء بي إلى الحرم الجامعي أقول إنني أجري مقابلات من أجل كتاب يتحدث عن الانبساطية والانطوائية يقول أحدهم أتمنى لك التوفيق في العثور على انطوائي هنا ويضيف آخر تم تأسيس هذه الكلية على أساس الانبساطية علاماتك ومكاناتك الاجتماعية تعتمد عليها إنها المعيار هنا الجميع حولك يعبرون عن رأيهم ويكونون اجتماعيين ويخرجون إن الطالب الذي تمنى لي التوفيق في العثور على انطوائي في كلية جامعة هارفورد الأعمال يعتقد بلا ريب أنه لن يتم العثور على أي انطوائي ولكن من الواضح أنه لا يعرف زميله في السنة الأولى دون تشين أقابل دون لأول مرة في سبانغلر حيث كان يجلس على بعد بضع أرائك عن الشخصين الذين كانا يخططان لرحلة بالسيارة إنه يبدو كطالب نموذجي من طلاب جامعة هارفورد الأعمال طويل وذو أخلاق مهذبة وابتسامة جذابة إنه يرغب في العثور على وظيفة في الأسهم الخاصة عندما يتخرج ولكن تحدث إلى دون لفترة قصيرة وستلاحظ أن صوته أخفض من أصوات زملائه في الصف ورأسه دائما منحن قليلا وابتسامته مترددة قليلا إن دون هو انطوائي حاقد كما يعبر عن ذلك بمرح حاقد لأنه كلما قضى وقتا أطول في كلية جامعة هارفورد الأعمال يصبح مقتنعا أكثر بأنه من الأفضل أن يغير طرقه يحب دون أن يكون لديه الكثير من الوقت لنفسه ولكن ذلك ليس خيارا متاحا جدا في الكلية فيومه يبدأ في الصباح عندما يجتمع لمدة ساعة ونصف مع فريق التعلم المشارك به ويمضي باقي الفترة الصباحية في الصف حيث يجلس تسعون طالبا معا على مدرج على شكل حرف يو إن أساس التعليم في الكلية هو أنه يتعين على القادة أن يتصرفون بثقة ونتخذ قرارات في مواجهة معلومات ناقصة ومن المتوقع أن يقوم طلاب الكلية بدورهم بالتعبير عن رأيهم نصف علامة الطلاب ونسبة أكبر بكثير من مكانتهم الاجتماعية تعتمد على ما إذا كانوا يلقون بأنفسهم داخل هذا الجدال الساخن عندما يتكلم الطالب في أحيان كثيرة وبقوة عندئذ يكون طرفا فاعلا وإذا لم يفعل ذلك فهو على الهابش كثير من الطلاب يتكيفون بسهولة مع هذا النظام لكن ليس دون فهو يعاني من مشكلة شق طريقه إلى مناقشات الصف فهو بالكاد يتكلم في بعض الدروس إنه يفضل المشاركة فقط عندما يعتقد أن لديه شيئا ما فيه تبصر ليضيفه أو يختلف بصدق مع شخص ما وهذا يبدو منطقيا ولكن دون يشعر كما أنه يجب أن يكون أكثر راحة عندما يتحدث بحيث يمكن ملء مساحته الزمانية المتاحة يخبرني أحد أصدقائي دون تعتبر الأنشطة الاجتماعية هنا رياضات صارمة فالأشخاص يخرجون طوال الوقت وإذا لم تخرج في أحد الليالي سوف يسألك الناس أين كنت؟ إنني أخرج في المساء كما لو كانت تلك هي وظيفتي لقد لحظ دون أن الأشخاص الذين ينظمون الفعاليات الاجتماعية يحتلون قمة التسلل الهرمي الاجتماعي ويقول دون يقول لنا الأساتذة إن زملاءنا هم الأشخاص الذين سيذهبون إلى حفلات زفافنا فإذا غادرتم الكلية بدون بناء شخصية اجتماعية واسعة فسيبدو الأمر كما لو أنكم فشلتم بتجربتكم في كلية جامعة هارفورد للأعمال في الوقت الذي يستلقي فيه دون في السرير مساء يكون منهكا وفي بعض الأحيان يتساءل لماذا؟ بالضبط يجب عليه أن يعمل بإجهاد شديد ليكون اجتماعيا دون هو طالب أمريكي من أصل صيني وقد عمل مؤخرا بوظيفة في الصيف في الصين وأذهله كم كانت المعايير الاجتماعية مختلفة وكم شعر بارتياح أكبر بكثير ففي الصين هناك تجديد أكثر على الاستماع أكثر من التحدث لفترة طويلة وعلى وضع احتياجات الآخرين أولا ويشعر بأن المحادثة في أمريكا تكون حول مدى نجاحك في تحويل تجاربك إلى قصص في حين أن الشخص الصيني ربما يكون قلقا من ملء الكثير من وقت الشخص الآخر بمعلومات غير هامة ويقول في ذلك الصيف قلت لنفسي الآن أعرف لماذا أولئك هم شعبي جعلت وسائل الإعلام الاجتماعي أشكالا جديدة من القيادة ممكنة لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين يكون قالب جامعة هارفورد لإدارة الأعمال غير مناسب لهم في العاشر من آب أغسطس لعام 2008 غرّد جاي كواساكي المؤلف الأكثر مبيعا والمتحدث وريادي أعمال ينشئ سلسلة مشاريع ناجحة وأسطورة في سيليكون فالي قد تجد من الصعب تصديق هذا الأمر ولكنني انطوائي لذي دور لألعابه ولكنني في الأساس شخص منعزل لقد جعلت تغريدة كواساكي عالم وسائل الإعلام الاجتماعية يضج في ذلك الوقت كانت الصورة الرمزية لجاي تظهره وهو يرتدي وشاحا أرجوانيا من حفلة كبيرة كان أقامها في منزله وكتب أحد المدونين جاي انطوائي إنه غير منطقي لقد أظهرت الدراسات أن الانطوائيين في الواقع من المرجح أن يعبروا عن حقائق خصوصية عن أنفسهم على الإنترنت أكثر من الانبساطيين لدرجة أن عائلاتهم وأصدقاءهم قد يندهشون عند قراءتها وأن يقولوا إنه يمكنهم التعبير عن ذات الحقيقية على الإنترنت والشخص ذاته الذي ما كان ليرفع يده في قاعة محاضرات تضوم مئتي شخص قد يكتب تدوينة لألفي شخص أو لمليوني شخص بدون التفكير مرتين في الأمر والشخص ذاته الذي يجد من الصعب أن يقدم نفسه لغرباء قد ينشئ حضورا له على الإنترنت ومن ثم يوسع هذه العلاقات إلى العالم الحقيقي منذ 1952 إلى 1962 وهي فترة أكثر ما يتم تذكرها به هو أخلاقياتها في تسفيه الامتثال قام معهد تقييم وأبحاث الشخصية في جامعة كاليفورنيا بإجراء مجموعة من الدراسات عن طبيعة الإبداع وسعى الباحثون إلى تحديد الأشخاص المبدعين المذهلين إلى أقصى درجة ومن ثم اكتشاف ما الذي جعلهم مختلفين عن كل شخص آخر وكان أحد أهم الاكتشافات الذي تكرر في الدراسات اللاحقة هو أن الأشخاص الأكثر إبداعا كانوا انطوائيين من الناحية الاجتماعية وقد وصفوا أنفسهم على أنهم مستقلون وفردانيون وفي فترة المراهقة كانوا خجولين ومنعزلين ولتعني هذه النتائج أن الانطوائيين يكونون دائما أكثر إبداعا من الانبساطيين ولكنها تشير إلى أنه في مجموعة من الأشخاص المبدعين إلى درجة استثنائية طوال عمرهم يكون من المرجح أكثر أن تجد الكثير من الانطوائيين إذا كانت العزلة أمرا مهما بالنسبة للإبداع عندئذ قد نرغب جميعا في تنمية ميل إليها وقد نرغب في تعليم أطفالنا عن العمل باستقلالية وقد نمنح موظفين الكثير من الخصوصية والاستقلالية ومع ذلك نقوم بفعل العكس تماما وبشكل متزايد وقد تبنت العديد من الشركات التفكير الجماعي الجديد الذي يقوم بشكل متزايد بتنظيم القوى العاملة في فرق بعض هذه الفرق افتراضية تعمل معا من أماكن بعيدة ولكن فرقا أخرى تتطلب قدرا هائلا من التفاعل وجها لوجه وأشغل الموظفون في وقتنا الحاضر أماكن عمل ذات مخططات مفتوحة لا يكون فيها لأي شخص غرفة خاصة به لقد تقلص مقدار الحيز لكل موظف من 500 قدم مربع في سبعينيات القرن العشرين إلى 200 قدم مربع في عام 2000 وقال جيمس هاكيت الرئيس التنفيذي لشركة استيل كيس لمجلة فاست كومباني في عام 2005 هناك تحول من أنا أعمل إلى نحن نعمل ولم يظهر التفكير الجماعي الجديد في لحظة معينة محددة بل ظهر التعليم التعاوني والعمل الجماعي المؤسسي ومخططات المكاتب المفتوحة في أوقات مختلفة ولأسباب مختلفة ولكن القوة الجبارة التي قامت بجمع هذه التوجهات معا كانت ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية التي أضفت على فكرة التعاون جمالا ووقارا فقد تم إنتاج إبداعات رائعة من خلال التشارك بالقدرات العقلية لينوكس نظام التشغيل المفتوح المصدر وكيبيديا الموسوعة على الإنترنت إلى آخر ذلك لقد كانت هذه المنتجات الجماعية الأعظم بأضعاف مضاعفة من مجموع أجزائها مذهلة إلى درجة أننا أصبحنا نقدس عقلية خلية النحل وحكمة الحشود وأصبح التعاون مفتوحا ومقدسا ولكن بعدئذ ذهبنا بالأمور خطوة إلى الأمام أبعد مما تستدعيه الحقائق وأصبحنا نقدر الشفافية ونهدم الجدران ليس فقط على الإنترنت ولكن شخصيا أيضا وفشلنا في إدراك أن ما هو منطقي للتفاعلات غير المتزامنة التي تتميز بمجهولية الأشخاص على الإنترنت قد لا ينجح بالدرجة نفسها داخل حدود المكاتب ذات المخططات المفتوحة التي تتميز بالضطيج الصوتي والمشحونة سياسيا والتي يتم التعامل فيها وجها لوجه في الواقع يبدو أن التنبيه المفرطة يعيق التعلم فقد وجدت دراسة أجريت في الأوينات الأخيرة أن الناس يتعلمون بشكل أفضل بعد نزهة هادئة على الأقدام في غابة مقارنة بالسير في ضجيج شارع وسط المدينة وجدت دراسة أخرى أجريت على 38 ألف عامل في مجال المعرفة في شتى القطاعات المختلفة أن مجرد المقاطعة يعتبر أكبر العوائق أمام الإنتاجية وحتى تعدد المهام ذلك العمل البطولي المقدر لمحاربي المكاتب في وقتنا الحاضر اتضح أنه أسطورة ويبدو أن الكثير من الانطوائيين يعرفون هذا الأمر غريزيا ويقاومون أن يتم جمعهم معا والكاتب المرح ثيودور جيزل والمعروف أيضا بالدكتور سوس كان يمضي أيام عمله مختفيا في الاستوديو الخاص به وكان جيزل أهدأ بكثير مما تشير إليه قوافيه المازحة ونادرا ما كان يغامر في الخروج علنا لمقابلة قرائه الصغار قلقا من أن الأطفال قد يتوقعون شخصية مريحة منفتحة تشبه شخصية قصة القطة في القبعة وقد يشعرون بخيبة أمل من شخصيته المحافظة وقت قام أليكس أوسبورن بكتابة العديد من الكتب أثناء الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين يعالج كل منها مشكلة أزعجته بصفته رئيسا لشركة بي بي دي او لم يكن موظفوه مبدعين بدرجة كافية وكان أوسبورن يؤمن بأنه كانت لديهم أفكار جيدة ولكنهم كانوا مترددين في التشارك بها خوفا من حكم زملائهم وبالنسبة لأوسبورن كان الحل يتمثل ليس في جعل موظفيه يعملون بشكل منفرد بل في إزالة خطر الانتقاد من عمل المجموعة بدلا من ذلك وابتكر مفهوم العصف الذهني وهو عملية يقوم فيها أفراد المجموعة بتوليد أفكار في جو لا يتم فيه إصدار أحكام وكان لنظرية أوسبورن تأثير كبير وبدأ قادة الشركات بممارسة العصف الذهني بحماس وحتى يومنا هذا من المألوف لكل شخص يمدي وقتا في الشركات الأمريكية أن يوجد محبوسا مع زملاء في غرفة مليئة بألواح الكتابة البيضاء وأقلام تخطيط وميسر مفعم بالحيوية إلى درجة خارقة يقوم بتشجيع كل شخص على ممارسة الترابط الحر هناك مشكلة واحدة في فكرة أوسبورن التي اعتبرت اختراقا العصف الذهني الجماعي لا ينجح في الواقع وكانت من أولى الدراسات التي أثبتت هذا قد أجريت في عام 1963 حيث قام مارفين دونيه أستاذ علم النفس بجمع 48 عالم أبحاث و48 مديرا تنفيذيا في مجال الإعلان وطلب منهم أن يشاركوا في الجلسات الانفرادية والجماعية على حد سواء وقام دونيه بتقسيم كل مجموعة مكونة من 48 رجلا إلى 12 مجموعة تتألف كل منها من أربعة أشخاص وأعطيت كل مجموعة من المجموعات الأربع مشكلة لتنفذ العصف الذهني فيها وتم تزويد كل رجل بمشكلة أخرى مشابهة لكي ينفذ عصفا ذهنيا عليها بمفرده وكانت النتائج أن الرجال في 23 مجموعة من أصل 24 مجموعة أنتجوا عددا من الأفكار عندما عملوا على انفراد أكبر مما أنتجوه عندما عملوا كمجبوعة كما أنهم أنتجوا أفكارا ذات نوعية مكافئة أو أعلى عندما عملوا على انفراد ولم يكن أداء البدراء التنفيذيين أفضل في عمل المجموعات عن علماء الأبحاث الذين افترض أنهم انطوائيون أكثر ويقدم علماء النفس عادة ثلاثة تفسيرات لفشل العصف الذهني في مجموعة الأول هو التبطل الاجتماعي في مجموعة يميل بعض الأفراد للتقاعس وترك الآخرين يقومون بالمهمة والثاني هو حجب الإنتاج فقط شخص واحد يمكنه أن يتحدث أو ينتج في وقت ما بينما يكون باقي أفراد المجموعة مجبرين على الجلوس في سلبية والثالث هو الخوف من التقويم وهذا يعني الخوف من الظهور بمظهر الغبي أمام الأقران هل المزاج قدر؟ قبل حوالي عشر سنوات إنها ساعة الثانية صباحاً لا أستطيع النوم وأريد أن أموت وأنا لست عادة من النوع الانتحاري ولكن هذه هي الليلة قبل خطاب هام تتزاحم الأفكار في رأسي على هيئة افتراضات ماذا لو؟ لو مروعة؟ ماذا لو جف فمي ولم أستطع أن أخرج أي كلمة؟ ماذا لو جعلت الجمهور يشعر بالملل؟ ماذا؟ لو تقيأت على المسرح؟ يراقبني كين وأنا أتقلب في فراشي وأعاني الأرق ويقول وهو يداعي وجبهتي حاولي أن تفكري بأمور سعيدة أحدق في السقف ودموعي تنهمر أي أمور سعيدة؟ من الذي يستطيع أن يكون سعيداً في عالم من المنابر والمايكروفونات؟ يقترح كين متعاطفاً هناك مليار إنسان في الصين لا يكترثون مطلقاً بشأن خطابك وهذا يساعد لما يقارب من خمس ثوان أستدير وأنظر لساعة المنبه أخيراً أصبحت الساعة السادسة والنصف في مثل هذا الوقت من الغد سأكون حرة أجلث في السيارة التي تنتظر لتقلني إلى وجهتي مقر رئيسي لشركة كبيرة في ضواحي نيوجيرسي وتمنحني الرحلة بالسيارة الكثير من الوقت للتساؤل في الطريقة التي سمحت فيها لنفسي بالدخول في هذا الوضع تمتلئ القاعة برجال أعمال يبدو أنهم مهمون وأقول لنفسي أياً كان ما تفعليه حاولي ألا تتقيأي أتعهد في ذلك الزمان والمكان أنني لن أقوم بتقديم أي خطاب آخر حسناً منذ ذلك الحين قدمت الكثير من تلك الخطابات لم أتغلب على قلقي بشكل كامل ولكنني اكتشفت استراتيجيات يمكنها أن تساعد أي شخص يعاني من رهبة المسرح ويحتاج إلى التحدث أمام الجمهور قررت قبل بضع سنوات أنني كنت أريد التغلب على خوفي من الخطابة وبعد الكثير من التردد والمراوغة قمت بالتسجيل كنت أشعر أنني شخص خجول عدي ولم يعجبني الانطباع المرضي للتعبير قلق اجتماعي ولكن الدورة الدراسية كانت تستند إلى التدريب على التخلص من الحساسية وهو نهج بدى منطقياً بالنسبة لي ويستخدم أسلوب إزالة التحسس في كثير من الأحيان للتغلب على الرهاب وهو أسلوب ينطوي على تعريض نفسك ولوزة مخيخك إلى الشيء الذي تخشاه مرة تلو الأخرى في جرعات سهل التعامل معها هناك حوالي 15 شخصاً في الصف الذي يقوده تشارلز دي كانغو شرح لنا تشارلز أنه يتعين على كل واحد مننا أن يتحدث أمام المجموعة ولكن على مستوى من القلق نستطيع التعامل معه جاء دوري وقفت على منصة مؤقتة وواجهت المجموعة كان الصوت الوحيد في الغرفة هو تكتكت مروحة السقف وأبواق حركة المرور في الخارج وطلب مني تشارلز أن أعرف بنفسي أخذت نفساً عميقاً وصرخت مرحباً على أمل أن أبدو ديناميكية وبدت تشارلز قلقاً وقال فقط كوني نفسك ومنذ ذلك الحين قمت بإلقاء الكثير من الأحاديث أمام مجموعات تتكون من عشرة أشخاص وحشود من المئات وأصبحت أتقبل قوة المنصة وبالنسبة لي فإن هذا ينطوي على اتخاذ خطوات محددة بما في ذلك التعامل مع كل خطاب على أنه مشروع إبداعي في الختام إذا كنت انطوائياً أعثر على تدفقك من خلال استخدام مواهبك لذلك قوة المثابرة والميل لحل المشاكل المعقدة والرؤية الواضحة لتجنب المزالق التي تجعل الآخرين يتعثرون وتتمتع بحرية نسبية من إغراءات الجوائز السطحية مثل المال والمكانة وفي الواقع أن التحدي الأكبر أمامك قد يكون الاستفادة الكاملة من نقاط قوتك وربما تكون مشغولاً في محاولاتك أن تظهر بمظهر بساطي مرح حساس للمكافأة بحيث إنك تقلل من قيمة مواهبك الخاصة أو تشعر بأنك لا تحظى بما تستحق من التقدير ممن حولك لكن عندما تكون مركزاً على مشروع ما تهتم به ربما تجد أن طاقتك بلا حدود لذا ابق وفياً لطبيعتك الخاصة إذا كان لديك رغبة في القيام بأشياء بطريقة بطيئة وثابتة لا تدع الآخرين يجعلونك تشعر بأن عليك أن تتسابق إذا كنت تستمتع بالعمق لا ترغم نفسك على البحث عن الاتساع وإذا كنت تفضل العمل على مهمة منفردة تشبث بطريقتك حتى عندما ينتقدك الآخرون أو يعارضون طريقتك يحتاج الانطوائيون إلى الثقة بحدثهم وإلى التشارك بأفكارهم بأكبر قدر ممكن من القوة وهذا لا يعني تقليد الانبساطيين من الممكن التشارك بالأفكار بهدوء ومن الممكن توصيلها بالكتابة ومن الممكن تغليفها في محاضرات معدة بصورة رفيعة مستوى ومن الممكن أن يتم تقديمها من قبل حلفاء والوسيئة للانطوائيين تكمن في احترام أساليبهم الخاصة بدلا من السماح لأنفسهم بأن تجرف من قبل الأعلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر